تمكن والمهيار وشقيقه زهير من تأسيس مشروع جمعية الأقصان والكرمة الزراعية والذي يهدف إلى إعادة تدوير أوراق وأقصان الأشجار وصعف النخيل إلى سماد عضوي بطرق صديقة للبيئة يهدف هذا المشروع أيضا إلى تدريب المجتمع المحلي في محافظة مادبا على الاستفادة من مخلفات الخضار والفواكه لتحويلها لسماد عضوي لإفادة المجتمع المحلي فكرة المشروع كانت افتدأت بفكرة بسيطة جدا وهي ورق الموز وسعف النخيل المزارعين مش عارفين كيف يتخلصوا منه ففكرنا أنه ممكن نجرشه ونوديه لمزارع الدواجن بدلا من نشارة الخشب انتطورت هاي الفكرة إلى أنه هذا ممكن ينعمل له معالجة غير كيموية معالجة عضوية بطريقة معينة بيصير نوعا من السماد بيتحول إلى سماد للمزارع نجمع أوراق الشجر وسعف النخيل الزائد اللي هو مسيء للبيئة وعادة المزارعين بيحرقوا حتى يتخلصوا منه نجمعه هو فقط من خلال ننقل ونقل من المزارع إلى موقعنا الحالي بعد الجرش بيتجمع بأكوام وهي نفس عملية تحلل تحلل بيئي بيصير من خلال إضافة الماء وبعض البواد الغير كيموية العضوية 100% وممكن يضاف إلها حتى بعض المرات بعض المخلفات الأوراق الخضراء اللي هو الخضروات الغير مطبوخة وبالتالي بنحط في هذا الكم يضاف إلى الماء ويترك لعملية التخمر الطبيعي الآلات اللي حصلنا عليها طبعا هي مبدئيا جاروشة بعد الجرش تحمل خلال الجرش على ترولي وفي عندنا تركتور بينقل ترولي أو المادة الجاهزة بعد الجرش إلى موقع التخمير هذه المواد كلها أو الآليات كانت دعم من عدة جهات مانحة جزء من هذه الجهات الأوروبية وجزء منها حكومي دعم حكومي إحدى مشاريع الأهداف المشروع أيضا تدريب المجتمعات المحلية على الاستفادة من هذه المواد وطريقة تخميرها ويسمى بالكمبوس وهي طريقة عالمية جدا يتم تخميرها في المنازل يعني في جنب المنزل في حاويات خاصة والهدف منه إدرار دخل وإن كان بسيط لهذه المجتمعات من خلال عمل هذا المشروع تدريبهم عليه إنتاج الكمبوس أو المادة اللي تنتج منها ونقوم نحن بشرائها ويصبح زماد عضوي مئة بالمئة عضوي بدون رائحة بدون حشرات بدون فطريات بدون أي سير ومان عبر سكايب من عمان ضابط أول في الدمج والنوع الاجتماعي في منظمة أكسفام راما أبو عزوم صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا راما دعينا تحدث أكثر عن مشروع انضمام وما هو الهدف منها أول إشي صباح الخير عليكم جميعا مبدئيا تسمحيلي بس استغل الفرصة وأقولكم كل عام أنتم بخير بمناسبة رمضان ومن ثم عيد العمال وعيد الفصح المجيد لكل إخوان المسيحيين إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية احنا مشروع انضمام يعني أنا بشكركم على المثال اللي انطرح قبل شوي هو مشروع ذو مظلة كبيرة وواسعة عم تشمل مشاريع ذات أهداف اجتماعية هذا المشروع هو مقدم من مؤسسة أكسفام بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع مؤسسة أو جمعية المبتكرين الأردنية تي تي آي هذا المشروع بيهدف بشكل عام إلى زيادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخصوصا للنساء والفئات المهمشة وهذا لنشكل ضغط لدعم المشاريع الريادية في الأردن وعمل منظومة متكاملة وشاملة للريادة الاجتماعية في الأردن هذه المظلة العامة والكبيرة لهذا المشروع نعم إذا نتحدث عن الفئات المستهدفة من هاي المشاريع وأيضا كم يبلغ عدد العاملين في هذه المشاريع اللي بتدعموها أنتم نعم هلا إذا بتحبي بدي أحكي لك شوي القصة كيف بلشت بالأول المشروع هذا بلش وفتحنا باب التقديم لمنح من خلال مشروع انضمام في 20 كانون الثاني في 2020 بدأنا المشاريع الفعلية بشهر خمسة في 2020 تم التقدم لأكتر من تقريبا 1675 طلب لإلنا عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي عن طريق أيضا البريد الإلكتروني للمنظمة كان في إقبال شديد للمنشآت الاجتماعية بحيث كان التقديم أيضا كمان سهل لأنه كان تقديم الخدمة إما باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية مما سهل وجود ناس يمكن عندهم كانت فرص التقديم لهيك مشاريع ضئيلة بحسب جودة اللغة اللغة العربية أو الإنجليزية لكن هذا عندنا مش موجود أيضا أن الفئات اللي كانت مستهدفة في هذا المشروع كانت تركيز على الفئات المهمشة ويمكن نقدر نعرف الفئات المهمشة أو عرفناها من خلال مشروعنا هم الفئات اللي تنحصر بالنساء ذوي الإعاقة اللاجئين وأيضا الشباب وسكان المناطق من ذوي الأقل حظا في المملكة نعم طب كيف يستطيع المواطنين التقدم بهذه الأفكار أفكار المشاريع الخاصة بهم لحتى أنتوا تدعموها وإذا فيه هناك شروط معينة أيضا تمام تم التقديم لهذا المشروع يعني للأسف إحنا في نهاية هذا المشروع حاليا وأعتقد أنه ستكون في فرصة لأنه برهن نجاحه على الأرض في فرصة إن شاء الله ممكن يكون لمشاريع أخرى من منظمة أكسفام وبشركات محلية المشروع بشكل عام استهدف المحافظات جميعها واستهدف أيضا مؤسسات ومنشآت اجتماعية من المناطق الأقل حظا في الوصول إلى المنح الموجودة كانت آلية التقديم كثير سهلة كانت عن طريق بس كان جدا مبسط باللغة العربية أو الإنجليزية بحيث يتم الاختيار ووصلنا تقريبا 1674 تقريبا طلب خلينا نحكي هذه الطلبات التي تم استفاءها للشروط كانت الشروط جدا بسيطة الأول أنه يكون لهذه المنشأة الاجتماعية بعد اجتماعي أو بيئي بتعمل عليه زائد بالإضافة أنه يكون فيه جدوى اقتصادية أو جدوى واضحة للمشروع المقدم نعم شكرا إذن كانت معنا عبدالسكايب من عمان ضابط أول في الدمج هو النوع الاجتماعي في منظمة أوكسفام راما أبو عزوم شكرا جزيلا لك